اشتركوا في القناة 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 الاستفادة سواء من الكاليسيوم او من التتراساكلين عشان هيك هاي الأدوية او هاي التتراساكلين ممنوع استخدمها بالأطفال لعملهم أقل من ثمان سنين ومنوع استخدمها ببريجنانت انا لكتاة انكومن فهي بحكينا هاي الرسم السودا هي قديش تركيز الدواء او التتراساكلين بالجسم اذا اخذته على معدة فاضية منشوف ان الامتصاص كثير عالي وتركيز الدوا بالدم عالي لكن اخذ التتراساكلين مع الانتياسيد مضادات الحموضة لفيها الالومنيوم منشوف ان امتصاص الدوا كثير قل وتركيز الدوا بالدم صار كثير قليل ولا حتى اطأته مع الحليب اللي فيه كاليسيوم كمان امتصاصه بصير كثير قليل للدوا بالنسبة للإكستكريشن من الکتراساكلين بيطلع عن طريق البايل بعدين بالفيسيس عشان هيكا أو اللي عنده مشاكل بالكلا اللي هو بيطلع عن طريق الكلا بيطلع عن طريق الفايل وثم عن طريق الفيسز بيكون الشخص عنده حساسية ممكن الشخص عنده حساسية للضوء بيطلع بالشمس بيحكي لو يلبس نظرات شمسية يستخدم طباقة طاقية يحط واقي الشمس كمان زي ما حكينا اللي هو string affinity for calyceum فبالتالي استخدام التلساكل ممكن يعمل يغير من لون الأسنان الدائمة الجهي جذور الأسنان عند الفيتا تسأل بالجنين والأطفال حتى إذا كان الطفل بيأخذ حليب من أمه طبيعي وأمه بتأخذ تتراساكل ممكن تتراساكل انتوصل للطفل وتأثر على نموه كمان إذا كان في عالي وأخذت التتراساكل هاي تتراساكل ممكن تفوت لعند الجنين وتعمل فيتا السكليتال تتراساكل تتأخر نمو الهيكلي للطفل كمان سايد افكت من تتراساكل لأنه هو يعتوي براد سبكترم أنتبيوتك ممكن يعمل التراساكل في الفلورة بغير من الفلورة الطبيعية الموجودة بالانتستان فممكن يصرفي عندي سوبر انفكشن مثال السودوميبراني سكولايتس وممكن الشخص تصرفي الوغاستر أبسط ودياريا سايد افكت من الفلورة الطبيعية نرى اللون الأسنان مش طبيعي طب شو بدي أحكي للمريض لما بأخذ تتراساكل يحكي أنه يبعد عن ملكي برودكت الإيروني برودكت والأنتي أسنت أو أي دية برودكت بكوز أو بكوز وملكي بايندين يأخذ كل الأدوية مع الفلويد خاصة الواتر وحكي أنه يأخذ احتياطات بشان ما يصير عنده فوتو سينسيتيفتي ثالث مجموعة هم الأمين وغلايكوسايد الأمين وغلايكوسايد زي الأميكاسين جنتاميسين توبراميسين نيوميسين وستريبتوميسين كيف يشتغل هاي الأدوية يتمنع البروتين سينتزلو هني مالي باتيريوسايد الأكتباتي الأنتي باكتيري الأكتيري الأكتيري باكتيري باكتيري يعني هاي المجموعة مالي بتشتغل على الأيروبيكي جرام نيجاتي يعني شاطنا على جرام نيجاتي زي سيدومونيس إروجين وزا الكليبسي الأميوموني and الانتيري باكتيري سبيشيز بالعادة يعطيهم باكتيري زي البنسيلين عشان أعالج الانتيري كوكس في كاليس and انتيري كوكس في كام انفكشن السبب حتى أحصل على من إعطاء الأميوميو غريكوسايد مع البنسيلين الأميوميو غريكوسايد هاي المالي ووتر سيليب عشان ما بصري أبزوربش فبالتالي بعطيهم عن طريق بلنترال administration حتى أعالج systemic infection ما عاد النيوميسل النيوميسل راح بعطيه أورالي لكن بحالة واحدة راح نحكي عنها كمان اشوى النيوميسل ما بنعطى بلنترال لأنه ممكن يسبب سيفير نفرو دوكسيزتين وهذا الجدول ببين النيوميسل كيف بنعطى بنعطى طبيقل for local effect ممكن أعطي for skin infection بحالة الحروق أو كمان ممكن أعطي as ear and eye ointment كمان ممكن أعطى حكينا أورال كيف بنعطى أورال for local effect بعطيه عشان أحضر القولون لأي عملية بدي أعملها في منطقة القولون يعني بعطي نيوميسل أورال عشان يفور على القولون ويعمل sterilization يعقم الأمعاء قبل أعمل فيها العملية وتكون منطقة معقمة ما بعطيه برجاء بحكي النيوميسل ما بنعطى بلان لأنه بسبب severe nephrotoxicity بالمقابل جنت والتبروميسل ممكن أعطي topical for local effect زي ear and eye ointment زي بحالة الكونجن activity التي هي تهاب ملتحمة العين وبحالة dermatological اللي هي الانفكشن اللي بصراعة الجل كذلك منعطن injectable for systemic infection من الأمعين بيشتغل على طريق اشي منسمي concentration dependent killing لأنت باقي تكي امم تشتغل concentration dependent killing أو time dependent killing رح أعطم لكم مواجب تحطولي الفرق بين concentration dependent killing و time dependent killing الزمان كان أمين و glycoside يعطي أربع أو ثلاث مرات باليوم حاليا صار يعطوه فقط مرة واحدة باليوم لأن حتى لو بعطيه مرة واحدة باليوم بحصل تركيز كافي بالدم من هذا حتى أقتل البكتيريا فبالتالي بقل من أنه يصير في عندي toxicity كمان لو بعطيه مرة واحدة باليوم بقل من nursing care time required طبعا لازم أراقب تركيز الأبعين و glycoside بالدم عن طريق قياس إيش من سميه للترف أو اللي هو أقل تركيز للدواء بالدم بقيسه بشكل روتيني حتى أضمن أنه قاعد يصير في عندي adequate حتى أتأكد أنه الكلي قاعد تتخلص من الدواء بشكل كويس وما يصير عندي شخص toxicity من الدواء لأنهم شافوا أنه إذا وصل تركيز الأماين وغلايكوسide بالدم أكثر من 2 ميكرو جرام بيرمل الشخص بيصير عنده أو بيكون أكثر عرض يصير عنده autotoxicity and nephrotoxicity ممنوع أعطي الأماين وغلايكوسide بحالة في عندي non-drug allergy ممنوع أعطي بحالة lactating woman وكمان بستخدم بحالة عند premature full-term units and pediatric وحكي بالبريغنانسي طبعاً كمان لازم أبتعد عنه الأدفيرس أفكت الأماين وغلايكوسide يمكن تسبب severe أو serious toxicity مثل nephrotoxicity أو autotoxicity كمان ممكن تسبب neuromuscular paralysis اللي هو شلل عصب عضلي وممكن كمان يصير عندي skin rash خاصة مع topical neomycin هاي side effect أو أهم side effect بتصير مع الأماين وغلايكوسide لأن autotoxicity and nephrotoxicity طيب هلأ حكي الأماين وغلايكوسide بتسبب nephrotoxicity أو autotoxicity فبالتالي إذا عطيت الأماين وغلايكوسide مع البانكوميس أو الساكروسبورين رح نحكي عنه بالمحاضرات الجاي أو الأنفوترسين B الشخص بصير أكثر عرضه بيصير عنده nephrotoxicity لأن الساكروسبورين نفسها بتسبب nephrotoxicity والبانكوميس بيسببها هو الأنفوترسين B بيسببها فلما عطي هاي الأدوية الأماين وغلايكوسide فأحتمال nephrotoxicity بزيد بشكل أكبر كمان اللوب ديوريتيك من الأدوية اللي ممكن يتسبب autotoxicity فإذا عطيت اللوب ديوريتيك سمع الأماين وغلايكوسide الشخص بيصير أكثر عرضة أنه يصير عنده autotoxicity كمان الأماين وغلايكوسide ممكن تزيد من تركيز الورفارين بالدم فممكن أدخل بورفارين تكسي وصير عندي ريسك فور بليدينج رابع دوابين من على بروتين سين فيسل اللي هو الكورورون فينيكول هذا دوابين أعطوا أورالي آيفي ومحالية ممكن يستخدم التوبيكلي من اللي بيصد الألميناش عن طريق الليفر ميتابوليزم الأدفيرز ممكن الكورورون فينيكول يسبب أنيميا لكن الكورورون فينيكول احتماء ممكن يصير بسبب بوتوكسيزتي فعشان يعني مهدد للحياة وما عندي أي بديل ثاني بلجأ الاستخدام الكورورون فينيكول هذا دواب أستخدمه بحالة التفور طب هل ما قدر أستخدم الكورورون فينيكول بحالة النيوبورد إنفنت لا ليش لأنه إذا استخدمنا الكورورون فينيكول بحالة النيوبورد إنفنت الأطفال حديثين الولادة ما بقدروا يكسروا الكورورون فينيكول بشكل سريع فبالتالي الكورورون فينيكول بيتراكم بجسمهم لما يتراكم الكورورون فينيكول عند الأطفال حديثين الولادة بصير عندهم سندروم اسمها الغري سندروم والطفر بصير عنده سيركولاتوري كولابز أن شوك أكيور يعني ضغط الدم عنده بقل على آخر وممكن الطفر يصير عنده لثارجك آي عيون زي التعبانة وممكن يصير عنده جلب لونوبيل شاحب أو أزرق خامس مجموعة اللي هي الكليندامايسن الكليندامايسن بمنع البروتين سينفيسيز وممكن يكون باكتيري سايدل أو باكتيري استكبلاي على التركيز مويل على شكل أورال انجكتابل أنتوبيكال فور هو يعتبر سينيسيانثي أنتبايتك فندي أنتبايتك صنعه اسمه لنكومايسن هاي الدواج فور اللي يجي عليها الدواء وممكن كابسول لوتين آن جل لكن دامايسن ممكن يعطى بحالة لكرونيك بون انفكشن جنيت يورينا ري تراكت انفكشن انترا أبدومين انفكشن أنيروب كنيومونيا سيبت سيمي سيرياس سكين ان سوف تشيو انفكشن ممنوع عطى الدواء لكن دامايسن بحالة الأطفال اللي عمرهم أقل من شهر والأدبرس اللي بتصير بسببه انه ممكن نصرف عندي نيوزيا ومتنك أبدومين البين والضيارة يعني كلها الليها علاقة بالجي آي سيستم وكما ممكن تسبب بسودوم برين نسكولايتس لانه يعتبر بلود سبكترم أنتي بيوتك آخر دواء اللي هي عالي اسمها اللي عشان كبستخدم وعند الناس اللي عندهم vancomycin resistance enterococcus fecine أو vancomycin resistance enterococci احنا حكينا vancomycin إلو activity على بكتيريا طب إذا صار في عندي سلولات مقاومة من vancomycin من enterococcus بلجأ لإستخدام اللانزول كمان ممكن أستغرهم حالة الهوسبتل أكوير دي سكين عند سكين اللانزولايد إذا أعطت اللانزولايد مع SSRI اللي هي أدوية لعلاج الاكتئاب وإذا أعطت كمان مع tyramine containing food الشخص بصير أكثر عرضة أنه يصير عنده hypotension وبصير عنده serotonin syndrome هو أنه تركيز السرotonin بالدم يزيد بشكل كبير راطيكم العافية